اشتركوا في القناة اذا لتوجيهات الملكية السامية فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتكثيف الزيارات للقرى ومتابعة اوضاع الاهالي واحتياجاتهم فيها وتفقد المشروعات الخدمية في القرى وتلمس حاجاتها من المشاريع والخدمات والتواصل مع كبار رجالاتها ووجهائها بهذا الخصوص بعدها رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء بكل من سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الإعلام بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين وفيما هنأهما سموهما بما حضي به من تشريف بثقة الملكية السامية فقد تمنى سموهما لهما النجاح والتوفيق في مهمهما وتفعيلا لمبدأ المحاسبة والمساءلة فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في ثلاثة موضوعات أولها تأخر تنفيذ مستشفى الملك حمد الجامعي والثاني تأخر تنفيذ مشروع تدوير النفايات والثالث بشأن التأخر في تنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية للاتصالات ورفع نتائج التحقيق إلى مجلس الوزراء إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بدراسة إنشاء مشروع إسكاني يخدم أهالي قرية حلة العبد الصالح والمناطق المجاورة ويتم توفير الأرض المناسبة لهذا المشروع بعدها خصص مجلس الوزراء جانبا من جلسته لبحث عدد من التشريعات والتنظيمات التي تسهم في تطوير البيئة الاستثمارية وتكفل توفير المناخ الاقتصادي الحر في المملكة وتشجع الاستثمارات فيها والمرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك على النحو التالي أولا تعزيزا لنزاهة والمنافسة وضمانا للشفافية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة بالكامل لها لاستغلالها في أحسن طرق الاستثمار للحصول على عائد مجزي منها فقد أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة بالكامل لها وتنطبق أحكام هذا القرار على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي يصدر بشأن التعامل فيها لغرض الاستثمار أمر ملكي وعلى الأراضي المملوكة لأي من أجهزة الدولة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة ثانيا وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات القانونية والدستورية ويحضر مشروع القانون أي ترتبات يكون الغرض منها أو ينتج عنها إعاقة المنافسة في المملكة كعرقلة المنافسة أو تقييدها أو التضييق عليها أو الإضرار بها أو الحد منها أو تحريفها وتسري أحكامه على جميع الأنشطة الاقتصادية وعلى أي سلوك أو منشأة تتمتع بقوة اقتصادية يمكنها من الحيلولة دون قيام منافسة فاعلة في السوق ويحضر عليها استغلال وضعها المهيمن بما يلحق الضرر بالمستهلكين أو الإضرار بالتجار الآخرين المماثلين ثالثا وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية ويحضر مشروع القانون إجراء أي عملية أو معالجة للبيانات الشخصية والحساسة بوسيلة آلية أو غير آلية دون موافقة صاحبها إلا بشروط كما يحدد مشروع القانون الضوابطة التي تكفل أمانة المعالجة للبيانات وسريتها وحقوق صاحب البيانات بعدها واصل مجلس الوزراء النظرة في المذكرات المدرجة على جدوى لأعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا نوجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى مضاعفة الجهود لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين ذات مستوى مهني وعلمي لائق وأن تتواصل المبادرات التي تسهم في تنشيط عملية التوظيف لضمان أن تبقى وطيرته مرتفعة حتى تنسموه على استمرار إقامة معرض التوظيف المتخصصة التي تعزز فرص الباحثين عن عمل وتتيح لأصحاب العمل الحصول على احتياجاتهم من الكفاءة والكوادر الوظيفية المتخصصة وضمن هذا السياق فقد أخذ المجلس علما من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية بنتائج أربعة معارض متخصصة للتوظيف أقامتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال العام 2015 فيما اطلع المجلس على خطة الوزارة لإقامة خمسة معارض أخرى في العام 2016 من أجل استهداف القطاعات الاقتصادية الجاذبة للبحرينيين وعرض الشواغر لدى شركات في كل قطاع تحت سقف واحد ثانيا وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم الجهاز الإداري والفني لمجلس احتياطي الأجيال القادمة وذلك برفع قسمين في المجلس المذكور إلى مستوى إدارتين الأولى إدارة العمليات المالية والثانية إدارة الاستثمار ثالثا وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سلبة للحرية الموقعة بين البلدين في الخامس عشر من ديسمبر عام 2015 وقرر إحالتها إلى السلطة التشريعية رابعا وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن أهداف ومهام الأوليانس فغانسي في مملكة البحرين وقرر الموافقة على تسجيل مقر المعهد في مملكة البحرين وأن تكون وزارة التربية والتعليم هي الجهة ذات الاختصاص وصل بعمل المعهد المذكور بمملكة البحرين باعتباره فرعا لمنظمة دولية خمسا وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية الأول بشأن هدم وإعادة بناء مسجدي زين العبدين والعالي بالمنامة والثاني بخصوص تبسيط الإجراءات وتدليل الصعوبات والمعوقات على المراجعين لدى الوزرات والمؤسسات الحكومية